دكتور احنا عايزين نعرف تاريخ زراعة الكبد في العالم بقى ابتدى منين ووصل لغاية مصر فين والتطورات اللي حصلت كمان جديدة في مصر هو الحقيقة الكبد زي ما حالك عارفة عضو من الأعضاء الحيوية لو فشلت حياة المريض بتبقى مهددة فكان في مرضى بتوصل حالة الكبد بتاعهم خلاص فابتدوا يفكروا باستبدال الكبد المريض بكبد سليم المشكلة كانت من حاجتين من المصدر اللي هناخد منه الكبد تاني حاجة ان جسم الإنسان بيتعامل مع العضو المزروع كأنه جسم غريب فبيهجمه وبيضمره في الآخر المشكلة دي تدوية تغلبوا عليها في الستينات بدخول أدوية بتغير سلوك الجهاز المناعي بحيث ان هو ما يهجمش العضو المزروع الجسم الجديد الغريب بالضبط طبعا الأدوية دي مع مرور السنين اتطورت وبقت فعليتها أكتر والأضرار بتاعتها أقل بالنسبة للمصدر الكبد ابتدوا يعملوا تجارب على ياخدوا الكبد من حيوانات وخاصة الشمبانزي الكلام ده كله كان فيه رائد وعالم كبير اسمه توماس ستارزل العمل أول تجربة لزراعة الكبد وكانت أول تجربة ناجحة هو عملها كانت سنة 1967 في ميامي في أمريكا من التاريخ ده ومع تطور الأدوية اللي أنا قلت عليها لمصبتات المناعة ابتدى عمليات زراعة الكبد تبقى من ضمن العلاجات المعروفة للفشل الكبد المشكلة بتاعت في الأول كانوا بيهدوا الكبد من حديثي الوفاة بس في بعض الدول كانت ما عندهاش القانون اللي يسمح بالحصول على الأعضاء من الحديث المتوفي حد متوفي يعني لسه حديث التاريخ فابتدوا يفكروا في الحصول على جزء من الكبد من مريض متبرع من شخص متبرع لشخص تاني بيعاني من المرض وبتلت التجارب دي في أمريكا وألمانيا واليابان على وجه التحديد سنة معهد الكبد القومي أنشئ سنة 87 سنة 91 الأستاذ الدكتور ريسين عبدالغفار الله يرحمه اللي هو أنشئ معهد الكبد القومي برؤيته اللي بتستشرق المستقبل قال لازم نبتدي نفكر نعمل عمليات زراعة الكبد في مصر واختار معهد الكبد القومي اللي هو كان أسسه أنه هو يبقى مكان لعمل أول عمليات زراعة الكبد في مصر وكان بيعوان طأم من المملكة المتحدة منهم الرئيس الفريق كان الدكتور ناجي حبيب وده مصري وبيشتغل في إنجلترا والحقيقة عملت ثلاث حالات في معهد الكبد القومي ودي كانت أول حالات كانت 91 91 أول حالات تتعامل في مصر وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا زراعة الكبد من متبرح حي وكانت مصر هي رابع دولة على مستوى العالم اللي تجري العمليات دي في وقتها وده كان في معهد الكبد القومي جمعة المنوفية المشكلة بتاعة الزراعة الكبد من متبرح حي إن الجزء اللي بناخده من المتبرح غالبا كان بيبقى صغير فما كانش بيكفي غير الأطفال لأن الطفل وزنه أقل وبيحتاج حجم أقل فابتلت عملية زراعة الكبد منه متبرح حي أساسا في الأطفال وأكتر دولة كانت متقدمة في المجال ده كانت اليابان مع مرور السنين ودخل برنامج بتاع زراعة الكبد في مصر بقى يتعامل بطريقة يعني معروفة كان معهد الكبد القومي جمعة المنوفية هو أول مستشفى جميع يعمل زراعة الكبد بالبرنامج الجديد وكلام ده كان سنة 2003 البرنامج الجديد يعني حضر لك بتقول إنه هو معناه كده إنه هو يعني مثلا أخده جزء أكبر من الكبد من المتبرح ابتدى بقى صح ابتدوا يقدروا ياخدوا جزء أكبر وده بقى يكفي لو المريض شخص حتى كبير بالضبط ممكن يتزرع له كبد أو لو طفلة هناخد جزء صغير صغير بالضبط وبرضو في الأول الساعة عنا بخبرة اليابانيين اللي هما كانوا يعني أكبر دولة متقدمة أو عندها خبرة في المجال ده لأن في وقتها كانت اليابان برضو زراعة الكبد من حديث الوفاء كانت محدودة جدا فكانوا بياخدوهم المتبرح يعني بالضبط حي أو دكتور هي بيبقى لها مواصفات المتبرح ولا حابب أن انت نتمن وبعد كان يبقى نخش في موضوع المتبرح نتسلم عن المواصفات المتبرح المتبرح طبعا لازم يبقى بالغ لازم فصيلة الدم بتاعه تبقى متوافقة مع فصيلة الدم المريض ولازم يكون صحيح ولا يعاني من أي أمراض مزمنة وكمان لازم يكون وزنه يعني مكافئ لوزن المريض لأن احنا بناخد جزء لازم يكفي المريض ولازم الجزء اللي هيفضل للمتبرع يكفيه آه فعلا الكبد خلال أسابيع وليلا بينمو بس في الفترة حد ما ينمو يوصل للحجم الطبيعي لازم الجزء من الكبد اللي فاضل يكفي المتبرع ويكفي المريض زي ما قلت من الفين وثلاثة ابتدى عندنا البرنامج ومع الوقت استغنينا عن الخبراء اليابانيين وبقينا نعملها لوحدنا في معد كبد القومي وبعدين بقى عندنا خبرة كبيرة فبقينا نساعد كمان المراكز الأخرى سواء في مصر أو حتى خارج مصر نساعدهم في إنشاء مراكز لعمل زراعة الكبد في الأطفال وفي الكبار طيب دكتور هيشان حدريك أصرت كذا نقطة مهمة جدا وهي أهمها اللي هو لما بنيجي ناخد من متبرع لازم يكون المتبرع ما يكونش عنده أمراض مزمنة لازم يكون صحيا كويس كمان حضر